طيب خلينا نتفع إنه البارن كده بمفتوح سواء في إمكانيات لعبته يعني أنا مش هنفع في المطش ده نقول لما كده أجينا اللعب الدحيل قلنا لحضراتكم مواطن القوة والضعف في فريق زي الدحيل وقلنا مين ممكن يكون مصدر خطورة وإنه إيقاف مصادر الخطورة في فريق زي الدحيل يصبه في مصلحة الأهلي وسيطرته على المباراة وبالتالي تحقي المكسب البارن قصة مختلفة هتمسك مين ولا مين أنت محتاج تمسك الفرقة كلها طبعا أنا متوقع أنه بكرة رباية خط الظهر بتاعنا يلعب دور كبير جدا إن شاء الله لكن في المقام الأول والأخير وأنا متوقع ده يعني وجهة نظري أنه كل لعابة النادي الأهلي عندهم إحساس بحاجتين الرهبة والرغبة الاتنين في نفس الوقت الرهبة منك أنت بتلاعب بطل كبير جدا زي باير مينيخ بكل لعبته ونجومه وإمكانياته وبطل أوروبا بامتياز الحقيقة مقدم موسم أقوى يمكن من أقوى المواسم اللي أقدمها على مدار السنين طويلة جدا بس الرهبة دي إحنا نقدر نكسرها فكرة أنك تاخد المبادرة في بداية المباراة فكرة أنك أنت تنزل وتقول للبير أنا مش جاي هنا عشان أقضي التسعين دي وخلاص قدامك أنا جاي هنا وعندي رغبة حقيقية في الفوز جاي هنا وعندي رغبة حقيقية أن أنا عبر عن إمكانياتي والرغبة بالتأكيد بالتأكيد واحد من أهم الحوافز يعني لعبة هالي أنه لعبة النادي الأهلي عارفة كويس قوي إيه ممكن يكون حجم رد الفعل إذا ما تجاوز النادي الأهلي بكرة عقبة باير مينيخ يعني لو النتيجة بكرة كانت المكسب لصالحة النادي الأهلي أنا بعتقد أنه الجيل ده من اللعيبة هيحط نفسه في حتة تانية خالص هيحط نفسه في حتة خارج المنافسة ويمكن يكون واحد من أهم إنجازات مش بقول بس النادي الأهلي لا الكرة المصرية على الإطلاق إحنا عارفين ويمكن زميلنا أمير هشام كان بيكلمنا دلوقتي على كيمتش واحد من أهم لعبة باير مينيخ مدافع طبعا البايرن العملاق اللي اتكلم على الأهلي وقال إحنا عارفين كويس جدا النادي الأهلي وعارفين هو يعتبر زي كأنه بايرن مصر وقال إنه الناس دي يعني جاية لعب فريق هي عارفة قيمته كويس جدا وامتبعها في الفترة الأخيرة وعارفين ووجهناه أكتر من مرة ما عندوش هزار في الكرة وما عندهمش حاجة اسمها استهتار بأي مباراة مهما كانت عشان كده كيمتش قال إنه عارف إنه الأهلي فريق قوي جدا وهم كمان الحقيقة ويمكن دي واحدة من الروابط وسبب شهرة الأهلي العالمية فكرة العلاقات بين نادي بحجم الأهلي المصري وباير ميونيخ الألماني اللي مستمرة وحتى تلاقي فيه منعوشات على السوشيال ميديا وصفحات البايرن وصفحات الأهلي على مواقع التواصل دايما فيهم فيه بينهم وبين بعض حالة يعني شد وجذب لطيف كده قال إنه فرقته عندها فرصة كبيرة جدا طبعا إنها تصنع التاريخ واتكلم إنه نتمنى إنه في الماتش بتاع الأهلي ما يحصل لنشأ أي مفاجآت عارفين مدى قوته وعارفين عناصر الخطورة فيه وعارفين كمان إنه فريق لم يتلقى هزيمة في مشواره الأخير في عدد كبير جدا من المباريات ودي واحدة من عوامل القوة فكرة إنه البايرن يبصلك على إنك أنت منافس محترم جدير بالاحترام خصم قوي مش داخلي لعبك مباراة شبه مضمونة أعتقد دي كمان حاجة بتأكد على إمكانية إنه الأهلي بكرة يحقق الإنجاز ويتخطى عقبة البايرن أنا عجبني إن أنت قلت لي السكور صحيح ما نكسب بكيم أنت قلت 2-0 المرة صعبة قوي يعني أنا قلتلك إنه مباراة بكرة ممكن جدا جدا لو يعني أنا عندي كده تصور لطريقة اللعب الأمثل والتشكيل الأمثل أنا بتهالي بكرة إحنا محتاجين جدا جدا للسرعات يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي فيه احتمالات كبيرة جدا كنت توصل لأنه بالتأكيد البايرن هيلعب ضغط يعني البايرن هينزل من اللحظة الأولى عايز يمسك المباراة عايز يمسك نص الملعب وعايز يهدد مرمى الأهلي طول الوقت الفرصة الوحيدة عندنا إن إحنا نعتمد على المرتدة ونعتمد على الصرعات وأعتقد فيه لعيبة عندنا تسمح لنا أنها تعمل ده